هذا هو الباب المفتوح الذي لا يغلق في وجه أحد أبدا كما جاء في السنن من حديث سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسمع اسمعي إلى كلام رب العزة كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله حيي كريم يستحي أن يمد العبد إليه يديه فيردهما صفرا إن الله حيي كريم يستحي الله الله يستحي أن يمد العبد إليه يديه أنت تعجز أن تمد يديك أنت تعجزين أن تمد إليه يديك كيف لا وهو الذي يقول ادعوني اسألوني كل ليلة ينزل ويقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأستجيب له هل من تائب فأتوب عليه هو الذي يقول لماذا نعدز عن هذا الباب العظيم إذا استحالت العشرة بينك وبين زوجك عليك أن تقوم بالدعاء يا رب ألف بيني وبينه يا رب أصلح ما بيني وبينه بدل ما تدع عليه بدل ما تقول ربنا ينتقم منه بدل ما تقول تروح ما ترجع بدل ما تقول أشوف فيك يوم بدل ما تقول ينتقم منك الإله بدل هذا قولي اللهم أصلح قلبه اللهم أهده اللهم رده إلى بيته وولده اللهم اجعل نفسه وبدنه وماله لي ولأولاده اللهم اجعله صالحا مصلحا اللهم اجعله خاضعا لك ولنبيك صلى الله عليه وعلى الله وسلم ما لك تعجز إذا استحالت عليك عشرتك مع زوجتك إذا رأيتها تنفر منك إذا رأيتها تصدك وتمنعك قم بين يدي ربك وسل وقل يا من قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه لي قلبها أل فؤادها أرد وجهتها إليه اللهم ارزقني حبها وارزقها حبي اللهم لا تجعل في قلبها لأحد حبا إلا أنا وهي تدعو بهذا الدعاء لماذا نغفل عن هذا الدعاء قليل الرحمن إبراهيم رب هبلي من الصالحين فبشرناه الفأل الترتيب والتعقيب فبشرناه وليس بأي غلام بغلام حليم لما وضع زوجته وولده في الأرض القفري في هذه البقعة الصحراء المقحلة التي ليس فيها زرع ولا ماء وهو يعلم أن رب الأرض والسماء قادر على أن يغير هذا الحال ما الذي فعل ربنا متضرعا مبتهلا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا اسمع به الدعاء لصلاح الولد كمان الدعاء لصلاح الذرية وهذا مهم جدا أن تكثر من هذا الدعاء كما قال عباد الرحمن ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء مواضع الدعاء عشرة مواضع في كتاب الله كلها تتحدث عن الدعاء لخليل الرحمن أنا لا أتكلم إنا عن قيمة الدعاء والتضرع والابتهال وهذه القيمة من قيم الأسرة لا ننساها الولد والبنت الأم والزوج والزوجة الكل يلجأ إلى هذا الباب العظيم هذا الباب المفتوح ليل نهار هذا الباب الذي لا يغلق أبدا إلا عن محروم إلا عن آثم عاص قلبه لاه إلا عن واحد لا يقر ولا يعترف لله بالوحدانية ولا بالألوهية لهذا قال ابن القيم استعانة عاجز لابد أن تظهر ذلك وفقرك وتضرع لله عز وجل أنا المسكين أنا المريض أنا السقيم أنا الفقير أنا العاجز وأنت الغني القوي أنت المعطي يا إلهي أتضرع إلى الله عز وجل وأبتهل إليه